في البداية أخواني وخواتي أنا أحب أهنيكم على هذا الإنجاز اللي قمتوبه على مستواكم والشخص وأنا شخصياً مو موجود اليوم معاكم لأكرمكم أنا شخصياً اليوم موجود معاكم أقول لكم أن الدولة تتكرم بكم الله يطول وتتشرف بناس شباب طموحين قادرين على التحديات مثلكم ولكن بعد اليوم من واجبي أن أكون معاكم اليوم أذكركم في شيء مهم جداً لا تعيشون في الماضي ولا تروحون في خطأ أن أنتوا الأفضل وتبقون على هذا الهاجز أنتوا اليوم ما زلتوا في البداية صحيح أثبتوا لنفسكم ولأهلكم ولبلدكم أن أنتوا الأفضل لكن هذا من فعل الماضي أبيكم مطلعون من ما بعد هذا أبيكم كل يوم مطلعون المستقبل أبيكم مطلعون كيف أني أنا أصبح أفضل اليوم العالم يزيد تحدي اليوم الأمور تزيد تعقيد وتريد ناس مثلكم قابلين لهذا التحديات مرنين أذكياء يقدرون يتصرفون في الحال فإذا أنتوا تحليتوا بهذه الصفات وقدرتوا كل يوم تصبحون الصفح بتحطون حق نفسكم هدف تنجزونه وكل ليل قبل النوم تسألون نفسكم هذا السعود هل أنا قربت من إنجاز هذا الهدف أو هل أنجزت هذا الهدف وآخر سؤال هل أستحق هذه النومة اليوم إحنا واجبنا تنفيذاً للقيادة اللي أمرنا فيها سيدي حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الله طول عمرة الملك المعظم وسيدي سمو ولي العهد اهتموا بشبابكم كيف نهتم بشبابنا ما نعلمكم ولا نقودكم قود ولا نخرب أطبعكم بالعكس إحنا ندور الناس اللي مثلكم اللي يعتمدوا على نفسهم اللي أثبتوا وجودهم وأنا عرف أصلاً أن هذه الوجوه الموجودة اليوم أهي اللي فيها المنجزين أهي اللي فيها القياديين أهي اللي فيها الناس اللي راح تتميز في المستقبل القريب اليوم من واجبنا بعد نفتح لكم البيبان في جميع القطاعات اليوم أعتقد الوجود اللي بينكم أنتوا أفضل واحد بالمية في البلد لازم تعرفون أنتوا اليوم الواحد بالمية الأعلى من هذا البلد الدول الكبرى والدول العظيمة تشكل بلدها وتشكل ناسها وتشكل توجهها وتبني نجاحها على هالواحد بالمية لازم تفتخرون اليوم بنفسكم أن أنتوا جزء من هذا الواحد بالمية من الشعب ولكن عليكم مسؤولية كبيرة بنعتمد عليكم ونبغيكم تفكرون دائما ما الطريقة أن تسئلون نفسكم سؤال مهم كيف أقدم لهذا البلد فأحنا اليوم نواجبنا أن نتأكد أن خاصة أنتوا يلا واحد بالمية في المكان الصحيح فأتمنى اليوم أعتقد جميعكم اليوم عندكم بعثات هل في أحد اليوم موجود ما عنده بعثة توكلنا على الله عندنا ثنين من أصل 105 ضروري اليوم نخلص بعثاتكم قبل لا تطلع من هذا الباب ومهم جدا اليوم أن أنتوا في هذه المجالات اللي راح تقدمون لها وراح تدرسون وتطلبون العن وتواصلون على مثل ما أنتم وبتلقون نفسكم بعد في المقدمة لأن سبحان الله اليوم الله وهابكم هبة العقل هبة الذكاء هبة الفطنة لكن بعدين أقوم ما تخرجون من مسيرتكم الدراسية وتون للعالم الواقعي وتطلعون من العالم الافتراضي هنا يفرق الناجح عن الآخر ولكن أحنا اليوم كدولة موجودين معاكم وأنا كأخ لكم وداعم للشباب موجود معاكم ومكاننا تعرفونا وأي شيء تمرون عليه من تسهيل أو توجيه أو مبفتح باب كسر حق طيب أحنا بنكم موجودين لدعمكم لتسخير الصعاب أمامكم بس ما أقول لكم أن الطريق سهل أمامكم الطريق صعب لذلك نريد ناس مثلكم يسخرون هذا ويعبدون هذا الطريق لأجل هذا الوطن فإحنا اليوم إذا عندنا عنصر أغلى من كل شيء في هالعالم إحنا عندنا البحريني اللي أنا دائما ما أقول إحنا معدننا من ذهب فتخيلوا إذا أنا طالع الشعب شعب متميز في جميع القطاعات ينجز ويثابر ويكافح بشكل يومي وأقول إن هذا معدنه من ذهب تخيلوا اليوم إن هذا الشعب اللي معدننا من ذهب اليوم أنا قاعد أكلم من واحد من أمية من هذا الشعب إحنا واجبنا اليوم مثل ما خبرتكم لدعمكم ولتوجيهكم وأنتوا الباقي عليكم نبينشوفكم إن شاء الله في أقل من عشر سنوات منجزين بإذن الله إن شاء الله في أقل من عشرين سنة منجزين في أقل من ثلاثين سنة منجزين وإن شاء الله وبإذن الله رح أذكركم يوم الأيام بل تقيب واحد منكم بقول لكم قلتلك والحمد لله على كل حال أن الله وهبنا هذا البلد وهبنا هذه القيادة اللي تقدر وبإمكانها تشوف حجم إنجاز المواطن ما عندنا واحد اليوم ينجز ويروح حقه هدر أبدا أي واحد ينجز في أي مجال اليوم في الدولة بيحصل نفسه أمامنا وبيحصل نفسه في مجلس الملك يكرر فأنتو اليوم أملنا أنتو اليوم طموحنا اللي إحنا نبني البلد فأرجوكم لازم تعرفون شيء أخير ما بيأطيل عليكم بالكلام إن ترى الأيام دائما ما راح تزيد صعوبة الموارد راح تزيد صعوبة لوجودها ولكن الله وهبنا بناس مثلكم يسهلون هذه العملية على الدولة وعلى نفسهم الله يبارك لكم إن شاء الله سعيكم والله يبارك لكم إن شاء الله في مساركم ولازم تعرفون أن وراكم ظهر يسندكم الله يطول ويواصل البحث عنكم منواصل السؤال عنكم إن كنتوا في البحرين خارج البحرين أنا أأكد لكم أنه راح نتابع عموركم أول بول ونبي نتطور ونبغي أن نصير أفضل ونبغي أن نافس العالم إذا أنتم مستعدين فتوكلنا على الله والله يبارك لكم إن شاء الله في مساركم الله مستعدين شكرا يا رب لكم